أهلا بك يا ميري ألو إزايك يا دكتور؟ إزايك أنت يا عبارك إيه؟ الحمد لله كمام ميري منين يا ميري؟ نعم؟ منين يا ميري؟ أنا ساكنة في جيس السويس أهلا بك يا ميري تفضلي أهلا بحضرتك دكتور أنا عندي طفلة عنده 11 سنة أوكي وأنا بقري 6 سنين منفصلة عن جزي ويعتبر أنا الشايلة المسئولية الأب والأم وكل حاجة في البيت بابا وماما متوسطين بعدهم 7 سنين وغير أن أنا الأخت كبيرة ومفيش حد جنبي حد شوائف جنبي محد شوائف مهاجي حسب أني عليّ لوت كبير قوي ويعتبر كل يوم بالنسبة لي يوم مش كوي لدرجة أن أنا أتخنقت من الدنيا وكثير ميري أنت شغالة يا ميري؟ نعم؟ شغالة؟ بتشتغلي؟ بسبب ظروحي ما بقيتش أشتغل علشان خطر أني أبني أوديه فين يوض مع مين؟ يعني أنت معظم الوقت قاعدة في البيت؟ بالضغط كده عندك حد تاني هو طفل واحد مش كده؟ هو طفل واحد أول طيب خليني أقولك أرد عليك يا ميري أن أنا عايز أسألك سؤال هل ممكن تكون يعرف حد عنده نفس ظروفك دي أو أسوأ كمان من ظروفك؟ وقدر أن هو يعيش وقدر أن هو يربي ابنه ويطلع ابنه زي ما هو عايزه أحسن؟ الحقيقة إحنا لو دورنا على الأمثلة النجحة اللي موجودة في حياتنا هنلاقي فيه أمثلة كتيرة جداً لأنا عايز أقوله لك لكل أم معيلة اللي ميري وغير ميري أي أم عندها مسؤولية سواء جوزها كان مسافر انفصل اتطلقت حصل أي حاجة يعني خلتها أن هي تتحمل المسؤولية لوحدها أول حاجة عايزك ما تعيشيش دور الضحية يعني إيه ما تعيشيش دور الضحية؟ فكرة أن الإنسان يبقى هو حاسس أنه هو مظلوم بأنه هو الدنيا جاي عليه أنه هو لوحده أنه هو مش قادر يعمل أي حاجة الفكرة دي في حد ذاتها هتخليك دايباً عندك إحباط وعندك مشاعر سلبية وأقل القليل في الحقيقة أنت مش هتعرف في تعمليه فأنت رقم واحد إحنا فيه عندنا مدرسة اسمها مدرسة العلاج بالواقع الواقع بتاعي بيقول إيه؟ الواقع بتاعي بيقول أن أنا ميري عندي كم سنة متجوزة جوزي انفصل أنا عندي ابن عنده 11 سنة هنتعامل مع الواقع ده هنتعامل مع الواقع ده مش نقعد ننضب حظنا بقى على حظنا وليه اللي حصل وحصلش فرقم واحد اتعاملي مع الواقع اللي موجود رقم اتنين خدي قرار بأن انت تتحملي مسؤولية حياتك 100% أنا هتحمل مسؤولية حياتي هتحمل مسؤولية ابني أنا هكوم مصدر السعادة لنفسي أنا أكون مصدر السعادة بالنسبة لابني فكرة أني أنا أبقى دايما عايشة مشفقة على نفسي بسبب اللي حصل لي هي دي اللي إحنا عايزين نعالجها يا ميري أنت ما عندي كيس ظروف وحشة ولا حاجة في عندنا ملايين من الناس عندهم ممكن تكون ظروف أسوأ من الظروف اللي أنت عايشة فيها ولكن خدوا قرار فقري كده في حاجات أنت عملتها في حياتك قبل كده برغم الظروف خدي قرار برغم الظروف برغم الأحوال اللي أنت موجودة فيها في عندنا شغل كتير جدا أنت ممكن تعمليه من خلال وجودك في البيت من خلال سوشيال ميديا من خلال النت من خلال حياة كثيرة دوري تعلمي تعلمي مهارات جديدة خلي عندك ثقة في نفسك خلي عندك شخصية مختلفة ساعتها هتلاقي حياتك مختلفة معايا يا ميري اه معايا حاجتك اتفقنا يا ميري تمام هتاخذي قرار أن أنت أنت ميش ضحية أنت هتكوني مسؤولة عن حياتك من النهاردة وخلال عمرك اللي جاي كله مع ابنك تطلعي شخصية نجحة أنت تطوري من نفسك تطوري من مهاراتك وتعيشي الحياة لأن احنا عندنا ظروف احنا لازم نتعامل معاها لكن أنا مش هسيب الظروف تطهرني مش هسيب الظروف تحطمني شكرا لك يا ميري شكرا لك يا ميري